صلت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي 48 وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم فضلا عن إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقصة وشدد مصطفى على أن ما يحدث هو حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود لافتا إلى أن الاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني